السلام عليكم الشرح ده طويل شوية بس لازم تكمل معايا للنهاية عشان تستفاد وتعرف توصق حسابك المميز في الموضوع ان المقبلين عن التوصيق عدد مش كبير جدا يعني عدد قليل فبإذن الله المعظم اللي هيشاهدنا هيروح ووصق حسابه بإذن الله مبدأي يا حبيب قلب انت مستغرب طبعا الحساب ده ازاي اربع تلاف متابع ومتوصق ولو دخلنا هنا عن إنسة هنقوله طبعا تلافع مليون متابع مفهاش متابعين أساسا هنقوله بأكيد بقى اليوتيوب فيه بقى مليون والحساب متوصق مفهوش متابعين أساسا بتاع ستلاف طيب ازاي الحساب ده توصق وازاي احنا كمان نوصق الحساب بتاعنا بقى أقل عدد من المتابعين انا هقولك تكمل معايا وتسمعني وتركز وتسمعني الآخر عشان عاوز تقول جملتين كده ايه في آخر الفيديو مبدأي أنا حبيب قلبي الشروط الأساسية حسابك يكون معدل ست شهور يكون بتنزل محتوى خاص بيك مش محتوى حد تاني يعني ما ينفعش أخذ المحتوى ده هتنزله عندك وتقول لي عاوز توصق ما ينفعش ياخد محتوى حد تاني لازم المحتوى يكون خاص بيك أنت أي كان بقى المحتوى محتوى رسم محتوى قرآن محتوى ديني محتوى تمثيلي محتوى كوميدي طرفيهي طبخ أي محتوى بس يكون لك محتوى ما تروعش تجيب لي لقطات من أفلام وتقول لي حالات واطس وانا ما عندكش محتوى ما تسألش عن توصيك نهائيا ولا تكلمني عشان مش هرد عليك لازم يكون عندك محتوى عند أي كان نوع المحتوى عندك محتوى يكون عندك شفر منصتين دولات واحدة فيهم متوسقة أو الفيس أو السناب شات ولكن أنا بفضل دايما نركز على الإنسة وعلى اليوتيوب والأفضل اليوتيوب والسناب شات طيب ما عندكش يخلى إنسة أو فيس اشترك حتى حلوين تربط الإنسة بتاعك المتوسقة طيب ايه تاني تحط هنا سيرة ذاتية زي ما هم حطيننا كالبين الحساب الرسمه طبعا مش كالبين حتى تحط سيرة ذاتية والحساب بتاعك يكون شخص لو انت بتقدم لحساب شخصي يكون الحساب شخصي مش تجاري وصلت معك يكون طبعا مفاعل المصادقة ضايف رقم تليفون وضايف بريدكتوروني بس تكون بتفتع الحساب بشكل يومي وتتفاعل عليه ونشط طيب كده انت مؤهل كده انت مؤهل بنسبة خمسين في المية طيب تعمل ايه بقى عشان توصل لنسبة المية في المية بتتوصق خلاص عاو توصل مرحلة اخيرة ورجي لك الرسالة دي اهي اذا الرسالة اهي اشان بس الناس تكون واخدابا لها منها دي الرسالة اللي هتجي لك لو انت مؤهلية ترم منك بقى اليوزر وبيقول لك السينجا يوب دات اللي هو تاريخ مش عاو اسمه ايه وبعدين نوع الموبايل كلام فاضي حاجات بسيطة طب تبعت هالون بعدها بحاجات بسيطة طبعا مكتوب يالت يا ملاك شو دعو دي الرسالة اخيرة بعدها بلحظات يعني ساعة ولا حاجة اللي باعتلك ملف تملاء عاو زورك الملف لحظة اه ده الملف اللي هبعتوه بيكون بالشاكل ده كده بيطلب منك الاسم واليوزر والاسم بتاريخ الميلاد والمش عارب فيه لحظة واحدة تمام هو بيعبارة عن ثلاث صور وساعة احيانا يبعتوه اربعة يا اما ثلاثة شكل التلفون كالمعلق يا اما ثلاثة يا اما اربعة بيبعتلك زي نظام ثلاث صور اولى وتانية وتالت انت بتملاهم ثلاث صور بس واحيانا اربعة انت بتملاهم طبعا بيطلب منك بيقول لك احنا عارزين وكالات واخباره مش بتملاه وبعت بتملاه بيبعتوه لك ان الحساب بتاعك هيرده عليك كرال 72 ساعة والحساب بتوصل شايفين الموضوع سهل ازاي يعني لا بالهوية ولا 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 بايشي هي هويتك المعلمات اللي هطلبها منك طيب المطلوب مني ايه بقى انت قلتلنا على الشروط بتاعة التك توك الشروط التانية بقى مطلوب منك الافضل يعني يكون عندك مقالات اخبارية في جوجل ما عندكش مقالات يكون عندك محتوى خاص بيك على الاقل يكون عندك منصة موصقية يعني احنا قلنا الوكالات بلاها انا ممكن اساعدك في الموضوع ده جغل شبال بس على الاقل يا اخي يكون عندك اجل شيء اجل شيء يكون عندك منصة ولا منصة موصقين ومنصة تنفع عدد كبير من المتابعين على الاقل اما جهل ما عندكش حاجة خالص ولا محتوى عوص وصق ساعتها انا ما ازعلش منه مش هرد عليك نهائيا ما تقول ليش يا خود تكلف انت وشوفك عيكلفني كام لا انت لو دير كده انا اعملك عالم الاتنال اما ارد ارد عليك واغلط فيك اما اعملك بلوك انا بص انا بساعدك بشكل مجان انا الحياة جماعة فيها ثلاث فئات من الناس شخص مدرك شخص غير مدرك شخص بيحاول ان هو يبقى مدرك انا بقى بيتكلمني لغير مدرك ازاي شخص فاهم شخص مش فاهم شخص بيحاول يفهم انا بيتكلمني الشخص اللي مش فاهم ما عرفش طبعا ما احترم الناس اللي بتكلمني انا فيه ناس بيتكلموني بيفهموا بس اقلية داخل فاهم يقول لي انا حسابي في كذا وكذا وكذا اقول له طيب يلا روح قدم كل اسبوع غير بليد شكل على مدار شهر مثلا شهرين لحد ما يجي لك رد الإجابة وتعال أنا هكمل لك الباقي أتعبك كام يا عم عمر هقول له كذا أقول له ولا ده أحلى هدية خد بالزيادة كمان أما تبقى داخل لا فاهم وتقول له تاخد كام يا أخوي كله كله على بعضه كام وأنت راح السوق تشتري فكة ونقول له حطي لي شوية طماطم على أنت داخل توصق حسابا طالما داخل توصق يبقى خليك رأل بتفهم أنا كل اللي بيكلمني بيقول له والله واحد نصب علي من اسبوع أجلها وصق لك وعطيته الفلوس يا جدع ربنا سبحانه وتعالى ميزنا عن باج المخلوقات بالعجل تقول أنت هو الموضوع بسيطه أنت بنفسك هتروح تعمليه دلوقت هتجدم دلوقت أي دولة باجل أردن وكويت كله شوية غير دول اطرافات هتقول لي يا أخوي عمر أنا اطرافات الحين شو أسوي والله طحط يا أخوي عمر ولو واحد أراك باقي هيقول لي شون شون هاي السالف يا أخوي أنا قاعد أقدم وما يجي رد يا جدعان أنت فاهمين الموضوع غلط لي والله 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 لو فضلت تقدم بإذن الله بإذن الله وبتوفيق من عند ربنا راح يجي لك رد إيجابي بإذن الله وده طبعا توفيق من عند ربنا عشان يميني وإن شاء الله يجي لك يعني بإذن الله فالمطلوب منك ايه كل سبع تيام أو تمن أيام هتجدم من بريد جديد تقدم وتحط البريد في الحساب وتضبط حسابك على سنة عشرة وتقدم ربنا سبحانه وتعالى قرمك وجي لك رد الإجابي تكلمني وتكون راجل يعني فيك تطلع الصفات دول أنا شروطي صعبة يمكن أنا بقول الكلام ده ما ينفعش أنا بقدم خدمة بس أنا أخيزنا أنا بكلمه من أخواتي مش متابعين أنا ما عندش مشاهد حياة بسيطة كله تكلم تكون رأي الأمين واصق فيه ما تقوليش الدفع بعد ولا قبل لو عاوز مكانات إخبارية أوعد جول الدفع قبل ولا بعد لو عاوز مني خدمة أوعد جول الدفع قبل ولا بعد أوعد تبعط لسكرين وتخفى حاجي أنا راجل والله العظيم أكسم بآيات الله أبعد مما تتخيل أننا يعني حد يبعط لحاجي وأحتفظ بيه أنا كان عندي هويات مش عاوز أقول لكم ليه كله مفيش حاب تقول ده يعني يعجل فخلينا أخوات مع بعض ما تحسنش أن انت زبون عميلة عندي لا أخدش أكلم أخوه أقول اتعشم بس تكون مؤهل بس تعشمت وشن ده مش مؤهل عشان خاطر ما تزعلش لازم تكون مؤهل واخدش اتعشم فيه قول لي أخوي عمر أنا عندك ما عندكش حال خالص بقى اجعل حسابك ينمو هات متابعين تعال أنا أقول لي بدي حساب في مليون متابع سبع ومائة ألف شغل دماغك أدي حساب في عدد كبير من المتابعين بدي منصة موصك أجيب لك منصة ونشتغلوا على الحساب شغل دماغك شغل مخك كده تشتغل هتقول للأسعار هقول لك ده وبكذا وده وبكذا وده وبكذا بس يا سيد عاوز حساب جاهز هشوف لك حساب جاهز المشكلة بس هتعمل ليه بك عشت توصك انت هتقدم كل سبوع لو عندك ألف متابع واحد كل سبوع ببرد مختلف وغير اليوزر مرة كل شهر ما تشغلش على اليوزر واحد ده يعني نصايح يعني بدأ لهم لو مش عاوز تغير اليوزر بلاش لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وجيرك رد الإجابي هتقول لك كلام ده انت بتقوله من مخك وره ولا الكلام ده عن تجارب شخصية لو دخلت بقى في قناة لو انت أول مرة تشوفني وفضلت تدور كده هتلاقي حسابات والله العظيم وحيات لا إله إلا الله عندي حسابات تتوسق وبتتوسق وما بعمل على شرح ولا بهب حتى رسالة الشكر ما بتتجل أهم معها عندي يديني أتعابي وشكر الله سعياكم وغفر الله زنباكم لا بتفرد معاتها بصقات ولا نيلات أهم معها نصيحنا شغلين عشان خاطراء فعن الموضوع معاكش فلوس بقى وظروفك يعني على جد حالك تعالي اتعاشن فخوق بس كن مؤهل مش شرط يعني تديني فلوس الديني كلمة حلوة اديني دعاء اديني حسابك نعمل عليه شرح يا جدع وفكينا من موالده خلاص يا جماعة اللي حاببها تواصل معايا هتلاجوا حسابي الإنست أسفل الفيديو أو اكتب على الإنست عمر يحيا المهم ما خش في الإنست على قسم حاول تلاجيك وقدامك كلمنا عليه تأخرت عليك في الرد ما تتزربكش رفضة تبعاتلش فمصبر يوم اتنين عذرني وسامعني لحد ما هنسيب لكم رقم الواتساب بتاع كده فيديو النهاردة انتهى يا جدعان امشوا بنفس النمط اللي قلت لكم عليه ومبروك للجميع مجدما إن شاء الله واللي عاوز وصك حساب واشرع عليه مش هيتفع أتعاب هعمل على خمس شرحات ومش هيتفع أتعاب هيتفع أتعاب خلاص خلاص يا غوالي والسلام وعن اللي باوصك لهم برفضه بس يا الله يمكن واحد يكون دماغه تعبنة ولا حاجة يوافق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته